بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة من الأشبال الفترة دي ما فيش كلام غير عن مباراة الأهلي والزمالك نهائي كأس مصر ده الحديث اللي داير في الشارع الأهلاوي والشارع الزمالكاوي والشارع الرياضي في مصر لكن في النهاية هي مباراة كرة قدم تسعين ديئة هيكون فيها فائز وفيها خاسر فيها فريق هيشيل الكاس ونتمنى هنا من قناة النادي الأهلي كل التوفيل للاعب النادي الأهلي وجهاز الفني ويكون كاس مصر من نصيب لعبي النادي الأهلي لكن رسالتي لا عايز أقولها للعب النادي الأهلي دايماً قبل مباراة الأهلي والزمالك بيكون فيه توقعات لكن دائماً وأبداً مباراة القمة بين الأهلي والزمالك خارج التوقعات مش مقياس إن أنا ماشي كويس الفترة اللي فاتت إن أنا ممكن أنزل وفوز أو فترة اللي قبلها وحش ممكن أنزل وخسر ده رسالة لعب النادي الأهلي المباراة اللي جاية مباراة مهمة مباراة بطولة تسعين ديئة ترفع كاس مصر لعب النادي الأهلي السنة دي ما شاء الله ماشي بخطة سابتة قدرنا نحقق برونزية كاس العالم بعدها بأيام رغم الإجهاد والتعب قدرنا ناخد السوبر المصري إن شاء الله تكون البطولة التالتة لنا بإذن الله أو التانية على منصات التتويج بطولة كاس مصري كلنا عندنا ثقة في لعب النادي الأهلي والجهاز الفني لعبها كلها عندها تركيز وعندها حماس كبير وعندها دوافع كبيرة إن لعب النادي الأهلي يقدروا يسعدوا جمهورهم اللي يكون متواجد في ملعب المباراة لعبي النادي الأهلي المصابين في مصابين خارج القيمة اللي هتسافر على رأسهم محمد الشناوي واحد من كبات الفريق واحد من الخبرات الكبيرة نتمنى له إن شاء الله شفاء العاجل ويرجع مرة تانية ويحرص عرين النادي الأهلي مع مصطفى شبير اللي بيمر أيضا بفترة تقلق وفترة يعني مهمة جدا في حياة مصطفى شبير أيضا عندنا ياسر إبراهيم وقاليو ديانج رغم الغيابات لكن عندنا ثقة زي بقول لحضراتكم في كل لعب النادي الأهلي ودائما وأبدا الأهلي بمن حضر كل لعبة النادي الأهلي بتتمنى إنها تكون موجودة في المباراة إنها تكون مباراة بتتدون في التاريخ وأنا واحد من اللعبة اللي لعبت مباراة أهلي وزمالي في كاس مصر في 2007 يعني ومن حسن حظ إن أنا كنت موجود مع جيل كبير إذن أنا أخذ بطولة كانت مهمة وكانت بطولة مباراة راحة جاية ما بين الأهلي والزمالك كان الزمالك بيتقدم فيها وكنا بنرجع ونتعادل لما نتيجة بقيت 3-3 والحمد لله بتوفير ربنا سبحانه وتعالى إدينا نحرز الهدف الرابع وناخد بطولة كاس مصر وكانت اللقطة الأحلى وقتها في 2007 هي التواجد الجماهير الكبير جماهير الكرة المصرية الأهلي والزمالك موجودين في استاد القاهرة إن شاء الله